مساء الخير أخباركم جاء الوقت اللي ناقش فيه فيلم الشهر نيتنا لهذا الشهر هي النجاح إن شاء الله أنك أنت معانا في النية قبل ما نحكي عن القصة ندخل في تفاصيل الموضوع خلونا نسأل بعض الأسئلة شكرا 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 خلونا نحكي الفيلم باختصار قبل ما أجاوب على الأسئلة أو أقول بعض التعليقات الفيلم يحكي قصة حقيقية في دولة ملاوي شرق أفريقيا بدأ الفيلم بوفاة جد جد البطل البطل ويليام وتوفى جدة اللي هما طبعا كل الموجودين في المنطقة هما معتمدين على الزراعة عندهم أراضيهم ويزرعون وياكلون من زرعهم فما تلجد وخلى في الأرض الأبناء لكن خلى القرار لواحد من الأبناء مش أبو ويليام ويليام البطل وركز الفيلم بداية على إظهار المهارات اللي يتمتع فيها ويليام يعني كذا عنده قدرة ومهارة على أن يعني مهارة علمية يعني يفهم الأدوات وكيف تشتغل الأشياء ويشغل الراديو ويأخذ فلوس من الناس شيء بصير أهل ويليام قدروا يجمعون شوية أموال ودفعوا للمدرسة قصد أول عشان يدخل يدرس ويليام دخل للمدرسة وقالوا يعني اسمحوا لا يدرس ويحضر الصفوف لكن قالوا لها بطاقة المكتبة وعشان يكون لك حق أنك تدخل المكتبة لما تسدد كامل الرسوم المهم بدأ يداوم في المدرسة هم يقولوا الرسوم الرسوم كل يوم يعني الرسوم الرسوم وأثناءها أخذ نتيجة لأحد الاختبارات اللي سواها وكانت النتيجة منخفضة بسبب أنه هو لما يكون في البيت بالليل يحاول يفتح الإضاءة عندهم كيروسين يعني كذا على قدهم حالة فقر يعني وما عندهم يعني الظروف ما هي جيدة فيحاول يفتح الضوب الكيروسين فأمه تقول له لا إحنا محتاجين هذا يعني مو مهم مدراسة مقابل إحتياجات أهم هذه الأثناء كان في شركة تبغ تبغى تشتري منهم أطنان من الخشب عندهم أشجار والأشجار هذه تمنع المطر أنه ينزل عليهم أو يخرب إنتاجهم والسنة بينزل فيها مطر هم عارفين أنه السنة هذه بينزل فيها مطر وبيتأخر الإنتاج وبالتالي هم عارفين أنه أهل القرية هذه مزنوقين يعني وضعهم مو أوكي هذه السنة فعرضوا أنهم يشترون الأخشاب ثمن بخص والمشكلة أنه قطع الأشجار رح يؤثر على المحصول في البداية كان قولهم واحد القرية أنه لا ما رح يبغون شوية شوية بدأوا يتساقطون وباعوا كثير من الأشجار لشركة التبخ ويليام تعرف على مجموعة أصدقاء وراح يسهر معاهم وكانوا يبغون يفتحون الراديو لكن البطارية خلصت عليهم فهو ضبطهم يعرف يضبط الأشياء وكانوا فرحانين بتلك الأمسية لأنه عندهم راديو لما طلع شاف كذا بشكل متخفي شاف أخته مع المعلم كان كذا يعني انصدم بالموقف يعني كأنه في بينهم علاقة سرية كذا وبعدين من بكرة راح شاف وما زال يبحث عن موضوع الكيروسين وموضوع الإضاءة بالليل مقلق الموضوع بالنسبة له فراح أساسه بياخذ اللمبة اللي موجودة في سيكل المعلم لما شافها وتتبعها اندهش لأنه تشف طريقة تخلي اللمبة تشتغل من خلال حركة السيكل ويليام سمع نقاش بين أمه وأبو عن موضوع المصاريف وإمكانيات دفع رسوم الدراسة واكتشف في الحوار أنهم هم عاجزين عن أنهم يدفعون الرسوم طبعا من بكرة تم طرده من المدرسة وقالوا لا عد تجي إلا معاك الرسوم واطلع بر المهم أنه الأب قاعد يحاول يحسن الوضع راح الصديق له قديم يشتغل في شركة التبغ يعني شركة التبغ داخلة كذا في تفاصيلهم وحاول تناقش معاه ووصل إلى أنه الموضوع صعب وبعدين راح لشيخهم كذا قائدهم كذا قال له كلموا الرئيس لازم تكلموا الرئيس يعني إحنا بنموت من الجوع فهل أثناء بدأت بعض النباتات تطلع لكنها كانت كثير ضعيفة وكثير قليلة يعني بدأ الوضع يبين أنه فعلا صعب وجوع طويل كان في نقاش بين الأم وبنتها اللي هي آني أخت وليم عساس كانت بتروح للجامعة لكن طبعا ما في فلوس عشان يرسلونها الجامعة ولا يقدروا تزددون الرسوم فكانت أمها تهديها وتقول لها أنت لن تصبحي زوجة ولا تصبحي أم أنت راح تروحين للجامعة ورح توضفين ورح تلقين لك وظيفة المهم أنه وليم ما زال في قصة البحث عن موضوع الإضاءة يبغى يدرس بالليل وراح للمعلم عشاس بيسأل عن موضوع السيكل وكيف يشتغل الموضوع فتسلل المدرسة وسألها قال تحتاج دينامو قال من وين يجيب بالدينامو وكيف يشتغل الموضوع قال أنت وش لو اكتشف المدير أنك أنت متسلل وداخل عندي في الصف قال بعد أنت عندك سر وش لو اكتشفوا العالم أنه أنت عندك علاقة مع أختي وكذا فاستخدم يعني هذا سر في الوقت المنسب عشان يضغط على المعلم فالمعلم ساعد من خلال أنه أخذها للمكتبة وقال لأمينة المكتبة أنه هو ويليام قاعد يشتغل على عمل خاص تبع المعلم يعني قدر يدخل للمكتبة ويقرأ قرأ كتاب اسمه استخدام الطاقة أو استغلال الطاقة وبدأ يستفيد أنه هو يتردد على المكتبة ويرجع للخرابات يدور بقايا بطاريات بقايا أشياء حاول يركب أي شيء من خلال القراءة والأشياء اللي يفهمها فهل أثناء الرئيس وصل للقرية جاء في زيارة للقرية لأنه عند انتخابات يعني يبغي يكسب الناس فرئيس القرية قام وتكلم وتكلم على موضوع المجاعة وموضوع يعني المطر والوضع صعب والجوع موجود فضربوه اللي مع الرئيس وأسكتوه وتدم وطلق بطت كل الزيارة طبعا لما شافوا إيش الحصاد طلع طلع كمية الأكل اللي يعني عندهم كثير قليلة كلك ما عندنا لخمسة أكياس يعني شيء شيء بسيط جدا ما يكفيهم البقية السنة فهل أثناء الأب قرر أنه يروح مع المعارضة في مكان آخر أو في قرية أخرى وليام ما زال مشغول في المكتبة يرسم يكتب يروح للخرابة يحاول يدور الأغراض البنت كان عندها نقاش طويل مع حبيبها اللي هو المعلم عساس أنها تهرب من القرية لأنه خلاص صار الموضوع مجاعة وصار الموضوع في معارضة والموضوع أمنياً مو مريح وما في أكل في هالأثناء المدير اكتشف وليام وطرده طرد تام من المدرسة الحكومة عشان تساعد المزارعين بدأت تبيع الأكل والبذور بأسعار أقل من السوق فأم وليام عطتها فلوس قد تروح في مكان آخر مو في نفس القرية قد تروح وخذ يعني اللي تقدر عليه فهالأثناء كانت الأم والبنت الحالهم في البيت جاهم شخص دخل عليهم قال أنا جوعان من يومين وأخذ الأكل من بين يدينهم ولما طلعوا وجدوا أنه في عصابة يعني في مجموعة أشخاص دخلوا مخزنهم وأخذوا كل الأكل تخيل المشهد يعني أكل اليوم راح وأكل كل الأكل من في المخزن راح ما عاد فيه ولا شي رجع الأب ورجع وليام وبدأوا يتناقشون أنه ما عندهم الأكل البسيط اللي جابه وليام للحكومة يتناقشون أنه ما في لوجبة وحدة هل هي فطبور ولا غدا ولا عشا أنا أخت وليام احتجت وسط مرحلة كانت كثير متوترة وكثير غاضبة ومرتبكة من الواقع فاحتجت قالت أنه أبوي يعني تركنا في وقت عصيب وتركنا للسرقة والاغتصاب وكان في حوار بينه وبين أمها حوار كثير حساس وعاطفي وليام طلب من أخته أن تساعده في موضوع الدينامو لأنه حبيبها هو المعلم طبعا كانوا يأخذون وجبة واحدة في اليوم فكان وليام يأخذ شوي من أكله ويعطي كذا للكلب يعني فأبوه قال الله يعني يا وي لك تغطي الكلب صار الكلب ما يجي أكل الصباح من بكرة أنا هجت وخلط لهم رسالة تقول أنها هي يعني تساعدهم بهذه الطريقة أنه فرد أقل عليهم تخفف يعني عليهم بالضغط وتركت الدينامو الأخوها راحوا طبعا مين المدير المدرسة لأنه مين اللي هججها المعلم فكانوا يعني كأنهم يعني يحاكموا مدير المدرسة ليش وليش وليش فقال كيف فيني أساعدكم قال وليام أبغى أستخدم المكتبة استخدم المكتبة وفهم كيف يسوي النموذج خلاص عنده الدينامو الآن وعنده المعلومات فبدأ الآن يبغى يسوي نموذج أولي لموضوع المروحة وراح مع أصدقاء بعضهم كانوا معاه وبعضهم قالوا تضيع وقت وبدأ يشتغل على النموذج الأولي ولما سوى النموذج الأولي يشبك على الراديو ويشتغل لما نجح النموذج المصغر يبغى يسوي نموذج كبير خلاص يشتغلون على الكبير راح لأبو لأنه محتاج الدراجة حق أبو عشان يسوي عليه هالنموذج أبو لما سمع الكلام يعني قالوا أنت ما تشوف الواقع إحنا مايتي بنلجوع إحنا وين وانت وين وتقوم زي غير كل صباح وتشتغل معاي وتهزأ الولد انجلد على القصة ورفض طبعا الأب المساعدة رجع للأصدقاء وقالوا إذا أنت ما قدرت تقنع أبوك أكيد إحنا بنمشي قال تعالوا معاي راح هو أصدقاء الأبو عشان يحاول فيه مع ذلك ما قد تنهى الأب فالأثناء لقى كلبة مات وقعد عنده وقعد يصيح مؤثرة كانت الزوجة في هذا الوقت صار بينها وبين زوجها حوار كان حوار حاد ومشاعري فتقول لنا كثير خسرت تبعتك وكنت معاك بس كأن هذا الحوار خلا يعني يتراجع أنه يوقف في وجه ابنه وصار حوار مرة أخرى مع ابنه وقال الله الابن أنا أنا ترى ما أحلم يعني متأكد يعني الموضوع أنه بيشتغل بس أنا أحتاج مساعدتك لو ساعدت نير أحن ننجح فاقتنع الأب وبدأوا يشتغلون عن نموذج الكبير ويعني اشتغلوا 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 لما بدأت المروحة تشتغل اشتغلت المروحة شوية شوية لما قدروا أنهم يجبون الموية وبدأت الموية تصب على أنحاء المزرعة رئيس القرية مات وانحلت مشكلة القرية في حالة الجفاف وكانوا في غاية السعادة ومبسوطين ورخاء وويليام حصل على منحة دراسية ودرس تاليا في أمريكا أنا ما كملت دراستها حسب القصة الحقيقية ما كملت دراستها وتزوجت وأنجبت أطفال طيب أبغى أعلق خمس تعليقات مهمة قبل ما أجاوب على الأسئلة أول شي أنت مولود بأدوات النجح موضوع ما هم بره وويليام كان نموذج لنا هذا الشهر يورينا كيف أنه هو جواته كذا في مخه في طاقته في طريقته هو يعرف هذه الأشياء هو يفهمها هو مولود فيها ما يحتاج مدرسة هو لا يحتاج إلى المدرسة هو المدرسة هو يعرف هذا الموضوع بس بيتتبع أشياء بسيطة ويوصل ذلك لا يقلقك تحس أن الموضوع بره لا الموضوع كله جوه أنت مولود بأدوات النجح شيء الثاني أعداء النجاح هم جزء طبيعي من النجاح ما هو جزء مخيف أو مقلق أو رسالة على أنه أنت في مكان غلط أو طريق غلط عادي جدا يعني كل الناجحين عندهم أعداء للنجاح طبيعي يعني هذا المتوقع حتى تتوازن الطاقة عشان تقدر تكمل قبل ما توصل أنت محتاج نور وظلام نور وظلام محتاج كذا يمين يسر يمين يسر لما توصل ذلك أعداء النجاح أبوه لما وقف في وجهه أصدقاء بعضهم لما ما عجبهم من وضوع هذا هو الطبيعي ذلك لما يظهر شخص يعترض على طريقك أو شغلك لا يعني أنه أنت غلط لا يعني أنت في الطريقة الغلط يعني أنه أنت صاح في الطريقة الصحيح غالبا الشيء الثالث أنت غالبا لن تستطيع أنك تنجح لوحدك مئة بالمئة لابد عندك أحد يساعدك فلازم تفتع عيونك للأرواح المساعدة هذه الأرواح مهمة في طريق النجاح تحتاج أنك تعرفهم تنتبه لهم تضمهم للفريق عندك لأنهم رح يساعدونك حتى يتجلى نجاحك شيء الرابع التركيز سر من أسرار الناجحين ويليام لما كان في معمعة الأحداث الناس كثير تشتتوا كثير صار فيه مشتتات كان ممكن يتشتت بمشكلة أختها كان ممكن يتشتت بموضوع الطرد من المدرسة كان ممكن يتشتت بخلافات العائلة كان ممكن يتشتت بموضوع الحكومة والهزة اللي صارت ولا شيء ثابت على طريق النجاح عشان كذا إذا عندك شيء أنت مركز عليه غالبا أنت في طريق النجاح رح توصل الشيء الخامس والأخير اللي أبغى أقولك إياه إنه النجاح عنده وقت للبداية بس وقت التجلي ما تعرف هو مدى لذلك لا تضغط لا تضغط على وقت التجلي اضغط على وقت البداية قل أبغى أبدأ اليوم أبغى أبدأ بكرة أبغى أبدأ بعد سبوع بعد عشر إياه أبغى أبدأ بتاريخ واحد أبغى أبدأ بتاريخ اثنين بس لا تقول سيتجلى بتاريخ كذا سأصل بتاريخ كذا لأن العوامل كثيرة اللي تدخل في النجاح فكان وليام مسترخي مو متوتر متى ما اقتنع ابو اقتنع متى ما وصل الموضوع وفعلا تجلى الهدف في الوقت المناسب خليني نجاوب على سئلة أفضل موقف بالنسبة لي لما اكتشف كيف تشتغل اللمبة في سيكل المعلم كذا لحظة دهشة زي اللمبة اللي ولعت كذا تحس في رأسك كأنه في معادلة انحلت كان موقف مرة جميل أفضل مقولة بصراحة الفيلم كان في كثير حوارات جميلة جدا محبوكة كويس يعني توصل معاني عميقة بالنسبة لي كان الحوار ما بين وليام وأبوه لما قال الله يعني خلك عن هالأحلام والخرابيط قال أنا لا أحلم هذا مش حلم الشخص اللي عنده هدف هو يعرف أن هذا الهدف سيتجلى هو يحس فيه يعرف أن الموضوع مو حلم لا 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 هذا حقيقة الرسالة اللي حسيت أني أنا مقصودة فيها في الفيلم لما دخل للمكتبة بحالة استثنائية لأنه لما دخل هو كسر قصة كسر موضوع فالمفروض أنت تفهم مدام انكسر الموضوع لك فالقصة انتهت يعني الموضوع تحصيل حاصل النجاح تحصيل حاصل خلص هو مجرد ما دخل للمكتبة أنا فهمت دخلت المكتبة انكسر موضوع عشانك معناها البقية هي تك 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 عملية سعي وتجميع طاقة انت واصل واصل أتمنى أنكم استفدتم واستمتعتم من فيلمنا لهذا الشهر وقابلكم إن شاء الله في فيلم آخر وشهر آخر وتحليل آخر صبحونا على حب ترجمة نانسي قنقر